طب أنا هنا عرفت أنه هذه الشخصية نرجسية وتمارس هذا الصمت العقابي كنوع من المتعة واللذة لديه أنا كيف أكسره؟ أنا كيف أشعله هو الضحية ويشعر بنفس الإحساس اللي خلاني أشعر فيه؟ هو أجمل شيء بصراحة أنك تتعاطف مع الشخص اللي عنده أي مرض نفسي أو مشكلة نفسية لأنه فعلا مش مبسوط ومش سعيد وأحسن انتقام إن إحنا ننقذ نفسينا لو إحنا في العلاقة الآن فعلا ما فيش فايدة وتكلمنا وحاولنا وعملنا كل الأسلوب الكريسة أنا أنقذ نفسي ده أحسن شيء يعني أواشه أقوله أنت ترك محزني أنت عندك مشكلة؟ إذا هو عايز يتغير يتغير لكن أنا لو حاولت أن نزل لنفس المستوى أنا كمان هيجي لي مرض نفسي وأنا كمان هتعب ومش هكون سعيدة فأحسن حاجة أن أنا يعني أهرب من هذه العلاقة أو أحاول أصلحها أو أساعد الشخص أو أمارس عليه الصمت العقابي أيضا أنا مش هكون مبسوطة لو أنا إنسانة سويا مش هكون مبسوطة إلي أن يقضي الله أنت شرايك أساما؟ أنا ما أعرفش يعني بصراحة الموضوع النفسي دي بالنسبة لي شوية ما أعرفش يعني بس موضوع الصمت العقابي ده يعني زي ما قلت لك فيه في ناس بتمارس ده أنت ممكن علاقة تقدر تنهيها في علاقة ما تقدرش تنهيها لعروبط عائلية أو أسرية أو شيء من هذا القبيل بسمع أو في الأخير دائما الحوار هو الحل حتى لا يتصاعد الموضوع الحقيقي ولو الإنسان لم يستجب يبقى معنا كده نتخذي كوروريك بقى وأنت عبنت اللي عليكي